أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان قادي التحقيق والمسؤول طبعا قادي التحقيق عن محكمة الاستئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي وأصدر أمرا بقلة وجه لإقامة الدعوة الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هم مركز المبادرة للدراسات والاستشارات المركز الثاني الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي وطبعا مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان مركز نديم لعلاج التأهيل النفسي لضحايا العنف تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم أيضا المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة وأوضح قادي التحقيق في بيان صحفي له بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكينات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكينات والجمعيات التي شملتها التحقيقات للقضية 173 لسنة 2011 وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر